صيف دخل وكنا نقلبه على وصفات طبيعية وسريعة المفعول لترطيب الشعر خاصة مع العيد وحمايته من تقصف لكي يكون نتيجة المسبح نتيجة البحر و نتيجة ارتفاع درجات الحرارة هاد الكيراتين الطبيعي غادي قوي لك الشعر ديالك ويرطبه ويطوله يولي مسبسب بدون استعمال مواد كيموية أو كذلك استعمال السوشوار كيت تعتبر افضل و احسن كيراتين اللي كيملئ لنا الفراغات وكيطول الشعر بجنون وممكن انا كيتستعمله خاصة خاصة اللي كنتي غادي لشي مناسبة وكنتي غادة كيفما نقولو معروضة وبغيتي يبقى كل شي يشوفيك يلا نبدأ وعلى بركة الله وحلقة جديدة دائما مع قناة خنيفيسة بيوتي اول مكون هنا اللي غادي نستعمله ولي وصفتنا مجربين مليار في المئة والتي لا يعلى عليها عندنا الياغورت اللي تيكون مسوس كنناخدو منه جوج ديال المعالق كبارين عمرين ويلا كان شعر طويل كنديرو حك كامل حكم اللي كان قصد بحك يعني مئة وخمسة وعشرون جرام من الياغورت الطبيعي هنا كنكون استعملت مكوين اللي غني بالبروتينات للشعر وحنا عارفين عارفين الدور الكبير ديال ودائما الوصفات الطبيعية للترتيب كان نخسنا ضروري مكوين اللي كيرطب اللي هو المايوناز معلقة كبيرة منها وكانت نفعنا بزافة شهر زادراني كان مومتين فيديو اللي يريكم عليا كانوا يقرأوا مرتاحيت جاوا بركة العطلة مرتاحيت الحمد لله والشكر لله هذا من فضلي الخالق الغفار اللي يجعل بمغفرة الدونو بياربي كان ناخد منها معلقة كبيرة عامرة حسب النوعية ديال الشعر وهي كتعمل على فرد الشعر والترتيب دياله من اول استعمال يعني حاولوا دائما انها بتكون عندكم البروتيين الطبيعي اللي كيحتاجوا الشعر ديالنا باش كيطوال مالقوش محسن من البيض إلا كان بلدي يكون احسن وافضل ما كانش ممكن انكم ديروا غير العادي لشعر القصير بيضة واحدة وبالنسبة للشعر إلا كان طويل فتنستعملوا جوج ديال الحبات كنقوموا بعملية التحريك والخلط شوفوا معايا شكل كيف تيصبح عندنا قوام كريمي ووالا كنقوموا بعملية التحريك بعد ذلك نضيفوا زيت الزيتون زيت المعجزة ووالا ونقوم بعملية التحريك ممكن انكم نضيفوا زيت ديال الخرواع في حالة لتعانيهم تساقط الشعر وبنسبة لهذه الوصفرة السهلة وصالحة للترطيب كذلك اللحية وصالحة للرجال والنساء خاصة لتعانيهم الشعر المجاعد كتخلصي منه بكريم تستعمليه في دارك طبيعيا من بعد ما حصلنا على هاد الخليط كيف كتشوفوا معايا كنغطيوه كنخليوه يرتاح شوية بينما نساجم وندمج ندخلوه نوضعه على الشعر ديالنا من بعد كنديروه معاا لا نغطيوه في المالي منطقة الشيء اللي كيعطينا فعالية اكثر نخليوه على الاقل مدة ساعة تكيشربوا الشعر تماما وإذا قدرت النهار يكون أحسن وأفضل ومالي نغسلوه ومالي نغسلوه الشعر دينا بالماء اللي تيكون ساخن كان نغسلوه بالماء اللي تيكون دافئ فقط هذه كان نصيحة تبني سبالناس باش ما يعانيوش من الشقيقة ومتديريش سوشور بصحة وراحة